شرط الولي هو أنه كانت جاء نتيجة ديال مجموعة ديال المشاكي اللي كانت واقعة وخاصة أن المغاربة كانوا تمشيوا في إطار بعثات إتمام الدراسة ديالهم خارج الوطن بحال لابا مثلا كانوا طالبا اللي تمشيوا لروسيا وتكونوا موجودين تماكينا وتفقوا على أسس أنهم يبرموا عن عقد زواج ونحن نشوف بأن في إطار المذهب المالكي أن الزواج يعني بدون ولي يعتبروا باطل ولكن مع هذه الإشكالات التي اطرحت داخل المغرب مثلا تلقوا امرأة مطلقة عندها واحدة نفقة على المفارق ديالها ديال الأولاد فهنايا الوقت اللي تستطيع تزوج البنت ديالها تكون ضرورة حضور الولي فهنايا تكون هادك الأب اللي هو المفارق باشي قبل بالزواج ديال البنت دياله وخصي المفارقة دياله تنزله على ذاك النفقة فهنايا يقعوا الابتزاز وحتى كيف تلك خارج الوطن فهنايا الارتأو أنه في إطار المذاهب الأربعة كين واحد المذهب اللي يدي الأبو حنيفة واللي الآن معبول به فاللي تقول للمرأة الرشيدة الرشيدة يعني اللي عندها 18 العام فما فوق أن تعقيد زواجها يعني بنفسها لها أن تعقيد نفسها أو أن تختار من تشاء من الأولياء تقدر تختار خوها خالها جارها أي واحد أو تعقد بوحدها يعني عندها هذا الحق هذا نعطيك أنا من خلال إحصاءات أنا دبا تقريبا من بعد 2004 الآن نقول لك واحد سبعين في المئة تتزوجه بدون أولياء سبعين في المئة بل أكثر من ذلك أنه في البداية أننا جاونا تيجي كتير ميد و تير ميدة عندهم 18 سنة و تتزوجه و ليس لك الحق أن تمنعهم حيث لا منعتي واحد جاواج جابو لك و تائق و منعتيهم يقدروا ورفعوا بك دعوة وأنك تتابع من بعد تجي الأم تريد تحتجي تدولك علش ما حضرناش تقولها لأن المدونة هي أعطت هذا الحق و أنا ليس من حقي أن أمنع و كانوا بعض الأسادة العدول بالفعل يمتنعون عن كتابة هذه العقود علش لسبب تقولك لا أن الولي شرط تقوله أنت راه بالنسبة لك راه القانون يحتموا عليك و لكنت عندك موقف هذا الموقف رأي يتحمل و هم من أفتا ماشي انت فإذا أنت رجل قانون ينبغي أن تحترمه و أن تخضع للضوابط القانون هذا هو الأصل